ففيه فقه اللحظة لازم تنتبه للحظة دي بالذات امسك نفسك اعمل كنترول ففيه حديث بيكلمك ان فيه حاجة على اعمال سبع اعمال السبعة دخلوا اصحابهم الجنة اوكي ماشي لكن ايه اللي احسن من كده انهم يوم القيامة حيكونوا تحت مظلة ربنا تحت حماية ربنا تحت ظل ربنا يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم السبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الى ظله السبعة دول اللي ربنا حيظلهم بظله يوم لا ظل الى ظله امام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل ذكر الله خاليا ففضت عينها ورجل دعاته امرأة ذاته منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بالصدق فاخفها كي لا تعلم شماله ما انفقت يمين ادي السبعة هما دول السبعة السبعة دول كرام انما حصل لهم حاجة دخلتهم تحت ظل ربنا يعني حماية ربنا ظل يعني الحماية حماية ربنا عز وجل سبحانه وتعالى جل وعلا يعني يوم القيامة محميين دول مين دول لحدش يقرب دول حصانة دبلوموسية دول محميين خلاص لحدش يقرب يعني عشان بشبه لك عشان تفهم يعني لكن طبعا ظل الله ليس كمصدية ظل وليس كا ولله المسهر الاعلى سبحانه وتعالى جل وعلا فتصور يا راجل يا محترم السبعة دول عملوا حاجات اللي قلتلك عليها لو انت بصيت هتلاقي أربع حاجات من الحاجات اللي قلناها محتاجة وقت إمام عادل ده لازم ياخد وقت عشان يحكم ويعدل ويزبط طيب وشابه نشأ في طاعة الله عشان يشاب ينشأ في طاعة الله محتاجة كم سنة محتاجة وقت طيب ماشي ورجلان تحاب في الله اكتم عليه وتفرق عليه برضو محتاجة محتاجة وقت ورجل قلبه معلق بحب المساجد محتاجة وقت اللي احنا قلناهم الاربع دول محتاجين وقت إنما تعالى معايا للتلاتة التانيين التلاتة التانيين اللي هقولهم لك دول في ساعتها فورا فورا لو تأخر واحد منهم ثانية واحدة كان فلت الأجر منه وكان ضاع الأجر منه مين بقى فرقب خمسة وستة وسبعة هقولك خمسة مين خمسة رجل ذكر الله خاليا ففضت عينها يا لهو بالي حاجة أنا مش عارف تخيل الموقف ده حلو قد إيه اللي داءه يعرفه اللي شافه يعرفه يا خبر بيض أنا مش عارف أشرح عارف رجل ذكر الله خاليا تخيل لما أنت تبقى قعدة لوحدك أو أنت قعد لوحدك وبتسبح ربنا قلت له رفسك متعيط ما بيش حد بقى جنبك ولا حد جنبك فبتعيط بتنوح كان سيدنا الحسن البصري بيقوله إيه كيف ندعو الله قال لهم ودعو لك الأطفال قال لهم إزاي ندعو لك الأطفال يا إمام قال لهم أرأيتم لو أن أحدكم نزع لعبت طفله من يده ماذا كان الطفل فعلا أنت جيت بنتك مسك العروسة رح تشهدد العروسة ولا ابنك شهدد دبدوب رح تشهدد دبدوب من إيديك كده الولد حيامي إيه الولد الصغير بقى ينفجر في البكاء ويضرب ويترامع ويرتمع الأرض ويرفص الأرض بقدمي ويصرخ أليس كذلك أقوله أيوة يا إمام قال اغلق على نفسك بابك واعمل ذلك مع الله 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 شوف الكلام الجميل اقفل على نفسك بابك عشان ما تكسفش من حد ومبقاش فيها رياء وتشحتت بقى ابكي يا أخي ابكي الجبل الأصمد الجبل انت جبل انت جبل يعني انت سخر ها ربنا بقول ايه اللي جرى ألم يقل للذين أمانوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله انت ايه حكايتك انت يعني انت ماشي راجل وعشرين راجل في بعض قدام الناس كرمتي قدام الناس تاب وانت أفرع نفسك الباب حتقول مع ربنا كرمتي عيب عليك عيب عليك عشان كده ربنا بقول ايه إنما البؤمنون الذين اذا ذكر الله شوف اذا 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 ده شرط اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا توليت عليهم آياته زادتهم مما ايمانا وعلى ربهم يتوكلون يعني في ساعتها التانيين بقى التانيين يقولك واذا ذكر الله وحده وش مأزت قلوبهم اللذين هلأمون بالآخرة واذا ذكر اللذين من دون إذا هم يستبشرون بتعرفهم كده لما تقولهم ايه قال رسوله يا يومي تلقى بعد الناس والله العظيم بس أنا بقلدهم صح على فكرة أسر تلقى الأشكال دي كتير أول ما تقوله قال رسوله الشوية الترابي اللي جمت زوبعة بتاعت العاصفة الترابية اللي جات أول مبارح دي مجرد بس ما قلنا للناس إن ده انذار من الله يا باعة تقول لنا انذار من الله يا ده بتقول الأرصاد ده التاقس الأوضم ده ريح جنوبية غربية شمسية أمرية نايزكية مهلبية لولبية أي حاجة من الكلام ده بس ما تقولش ربنا بس ما تقولش النبي ما تقولش السنة ده الإمام البخاري أورد حياة بخاري وفخاري وشو خاري بخاري كل بقى الناس تعد الكلام بقى كل الألفاظ يحطيلك قبل بخاري دي كل حاجة الشين والو والميم والعين والجيم والمزان كل حاجة كل حاجة إنما بقول له إيه قولتها تقول لي بقى بخاري ومش بخاري وانا انت بقى بطاله بقى فوقه العلم والتكنولوجيا هو مسك استجار كده العلم والتكنولوجيا والفهم وال أه بيحصل كده أه وحتلاقي بقى القطيع يروح داخل بقى القطيع يداخل لك يا رب انت تتعز تبقل لي نفسك الكلام ده اه بالله تبقل لي نفسك الكلام ده يا رب انت تتعز الهي وانت جاه يجيلك مع رشي اه اه فيه كده قطيع الكتائب بيعملوا هذا الكلام اه خلاص فالمهم ان انت خليك في حالك انت امشي بقى مع اللحظة انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم فالرجل ده ذكر الله خاليا ففضت عينها اه ادي موقف لحظي اسمه فقه اللحظة تبقى التاني رجل دعتهم رأى ذاته منصب وجمال فقال اين يا خلاص الله قال لا 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 يعني في ساعتها في ساعتها كانت شوف بصي فكر سيدنا يوسف عليه السلام وروادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك كل الظروف مهيئة للاغواء قال معاذ الله اه هو ده فقه اللحظة لو اتأخر ساعتها لا شوف تخيل انت سيدنا ابراهيم وربنا بيقوله ايه اذ قال له ربه اسلم قال له حاضر يا رب هفكر كده واستخير وتخيل لو تقال كده الحشا يعني انما بص الاه مشت ازاي اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت خلاص قال اسلمت لرب العالمين تخيل انت فقه اللحظة واحنا بنحتفل بالعيد الاباحي الكريم وسيدنا ابراهيم اقلتوا اللحظة 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 فقه اللحظة في ساعتها البركة بتاعت التسليم انه تسجل بام راح متسجل مع المسلمين لله عز وجل اهل التسليم قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين لما قال لهاجر فقه اللحظة قالت له اهنا منزل امرك الله ان تنزلنا فيه حيث لا زرع ولا زرع لا نعم قلت له اذا فانصرف مش طب استنى شوية طب فكر طب قوله اكيد في حاجة غلط يا ابراهيم ممكن تقوله كده انما لا قالت له ايه اذا فانصرف راشدا فلن يضيع عن الله ايه الشياكة دي ايه ايه الشياكة والحلاوة والجمال ده يعني حاجة رقية حاجة رقية في ساعتها يلا فانصرف راشدا فلن يضيع عن الله ايه دي فقه اللحظة وطنك لحظة وصرتك لحظة حياتك لحظة انت ممكن لو انت فاكر انت فيه جماعة من اصدقاء كل واحد فينا عنده مشاكل او علاقات كثيرة متعددة مع الناس ففيه از ناس انت خسرتهم فوريفر خسرتهم الى مالة نهاية وفشلت في انك تصلاح لانك قلت له كلمة في لحظة من اللحظات ما كانش يجب انك تقولها افتكر بس كواس كده حتقول لي ايوة شيخ معاك حق كلنا ذلك الشخص اللي سنغلاط فالحمد لله انا كتقدر تعتذر لله يا الحمد لله ربنا مش بيعاقبك عشان فق اللحظة يعني لو فق اللحظة ده بيدخلنا النار كنا روحنا في ده انما انا بكلمك مش على النار انا بكلمك على الفوز بهدية مكافأة وحاكتاني حقول تاني انا بعرض عليك هدية لو ما كسبتهاش مش هتتئذي بس سفاتك الفضل بتاعها بس ده اللي انا عاوز اقوله عشان محدش يقول ايه يا عمي يا مغلطنا وربنا جابر للاخطاء وربنا غفور ايه طبعا اللهم صلى على النبي ما شاء الله عليكم انت اهل العلم يعني ايه طبعا ربنا يجبر الأخطاء والذين اذا فعلوا فحشة او ظلموا كل 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 جابر الأخطاء انا مش بتكلم على جابر الأخطاء تاني عشان محدش يشويش عليك انا بتكلم على الهدية اللي ممكن تفوز بيها انت اولى بها شايف نفسك مش اولى بيها حقك عليه كأنك ما سمعتش حاجة اسمع من هنا وصفر المعلومة وفوت المعلومة من لها حتى والا كأنك سمعت حاجة انا بتكلم عن ناس الدويقة الناس اللي ايه الجوهر جيهة الأعمال الناس اللي هم اصحاب الازواق الرفيعة بتكلم على اهل الزوق الرفيع انا مش بتكلم دلوقتي في الحسنة والسيئة انا بتكلم في الهدية اللي فوق الحسنة يعني في حسنة دي فوق الحسنة فوق الحسنة فهمت أصلي فوق الحسن إيه تعتقد علاجها إيه الاغتنام تقعد عارف اللي ماسك بندقية عمال يترسد إنت كأنك مستني الطائر حيطير فينه عشان تطلق عليه الخرطوش بتاعك أو الطبق ده تيره ده اللي بينشينه عليه حتدور بقى هنا ولا هنا ولا هنا بيضربوه مع النشان كده اعمل كده في حياتك شوف فقه اللحظة اتفرض عليك موقف هتعمل ايه بس كده إني لو أني راجعون لحلقة إلا بالله مثلا أنت حر فلقال لك أول حاجة رجل ذكر الله خاليا ففضت عينها والتاني رجل دعاته امرأة ذاته منصب ذاته منصب وجمال فقال إني أخاف الله والتالت رجل تصدق بصدقة رح نخبيها عشان محدش يشوفه في ناس يقولك آه أنا أنا شفت أنت كنت شفت زحمة كده في قدام فيت أول مبارعة أنا بيوزع قماشة أنت بشفت زحمة كده في الشارع دي مقيدة الرحمن اللي أنا عمق إيه خيبك أنت ضيعت ضيعت عملك لا أستر ده هو الفقه اللحظة أنك إنت تستر تسكت ما ورجل تصدق بصدقة فأخفاها كي لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه يا سلام على فقه اللحظة إيه رأيكم كانت رحلة ممتعة ولا لا رحلة ممتعة جدا أني إنت تبقى ما قناص قناص ها يعني حاجة كده هانتر كده رجل ماشي كده في الشوارع بتدور على لحظة تغد بصرك شفت حاجة مشهد واحدة معديها غضلت بصرك عشان ربنا ها دي فق اللحظة مسكت لسانك من الغلط أهو ده فق اللحظة جالك خبر مهم ومش هيرتوش علشان ما تنشرش في حيشة أهو ده فق اللحظة جالك مشهد مؤذي من المشاهد المؤذية على الموبايل وانت مش تتفرج وتمتع عينيك وتمشي بخفة ودلع وبعدك تقول ايه يا سلام أفتح بالله العظيم كانت لحظات ما عرفش ايه فاهم لا ما ينفعش فق اللحظة الحق نفسك